أحمد يسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات أخي الفاضل بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات النظر إليها لا بد أن يكون نظرا شرعيا ولا يجوز أن ينظر إليها نظرا عاديا لأن من المعاصرين من ينظر إليها على أنها من جنس العادات و أيضا ينظر إليها على أنها من جنس الوسائل التي تقود إلى مقصد هذه المسألة لا بد أن ينظر إليها نظر شرعي فيما يتعلق بالتعامل مع ولاة الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا و نبهنا عليه و ذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام و وضع لنا الحلول عليه الصلاة والسلام و لذلك المظاهرات والاعتصامات هذه ليست من دين الإسلام في شيء و إنما هي طارئة من أمم أخرى طارئة من أمم أخرى و من ملل و الديانات أخرى ما عندنا شيء في الشريعة اسمه مظاهرات و اعتصامات و إنما يعني الذي جاء في التاريخ أن هذا من شأن الخوارج حينما خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان هناك جملة من التجمعات و الاعتصامات اعتصموا في المسجد و تجمعوا حول بيت عثمان و كانت النهاية القتل و لذلك هذه المظاهرات و هذه الاعتصامات ليست من دين الإسلام بشيء و النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يقول للصحابة رضي الله عنه ستجدون بعد أثره قالوا فما تأمرني يا رسول الله قال صبروا حتى تلقوني على الحوض الله أكبر صبروا حتى تلقوني على الحوض ما قال خرجوا و لا ثوروا و لا اعتصموا و لا تظاهروا ما ذكر هذا عليه الصلاة والسلام و التعبير منه عليه الصلاة والسلام حتى تلقوني على الحوض فيها التفاتة جميلة و هي أن يوم القيامة لما يقف النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه و تأتيه الأمم يذاد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام و يطردون عن حوض النبي فيقوم النبي السلام و يقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله جل وعلا لقد بدلوا بعدك قال كثير من أهل العلم بأن مثل هذا التبديل حينما يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة عن أمراء سيأتون فيما بعد يؤخرون الصلاة عن وقتها و سيظلمون ماذا قال الصحابة قالوا يا رسول نجالدهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة و كان الرسول يحث على الصبر يحث على السمع و الطاعة في العسر و اليسر و المنشط و المكره هذا صاحب الشرع و لو قال غير ذلك لوجب على الناس أن يستجيبوا له و لأجل هذا كل ما يمر به العالم الإسلامي الآن من فتان و من كذا كل سبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام معصية الرسول عليه الصلاة والسلام و لذلك الرسول سلم اللي علمنا كيف ندخل الخلاء و كيف نقضي الحاجة معقول ما يخبرنا عن كيف نتعامل مع مثل هذا الواقع أخبرنا و موجود لكن للأسف الناس ما يقرؤون و الناس ما يتبعون العلماء و لا يطيعون العلماء و للأسف الشديد دخلت عليهم مثل هذه المداخل فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل الذي يظهر لي بأن هذه ليست من دين الله في شيء و لا يجوز أن يقال والله أنه من قبيل العادات لماذا؟ لأنه متعلقة بجانب شرعي متعلقة بمخالفة لنصوص شرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الواجب على الناس؟ الواجب على الناس كما قال النسلم الصبر يصبرون إما يستريح بر و يسترح من فاجر الأمر الثاني المناصحة المناصحة تكون بالسر كما قال النبي عليه الصلاة و السلام من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية و ليأخذ بيده و لينصحه سرا و أن يكون عنده لا يقوم مثلا و يجهر بالمناصحة و يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد و على أعواد المنابر و في بقايا الوسائل الإعلامية هذا مما يعني جاء منعه في الشريعة و الأمر الآخر يسأل الله عز وجل حقه فإذا منع هذا ليس كلامي هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإذا منع حقه يعني الإنسان منع من حقه و ما استطاع أن يحصل على حقه بالطرق الشرعية يقول اللهم أعطني حقي اللهم عوضني خير هذا الذي قاله النسلم ما قال روحوا تظاهروا و اعتصموا و اخرجوا و ثوروا فلذلك مهم جدا أن الناس يرجعون إلى هدي النبي عليه الصلاة و السلام يرجعون إلى سيرته يرجعون إلى إرشاداته يرجعون إلى أوامره صلى الله عليه و آله وسلم و هذا باختصار يا أخي أحمد